السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك في تغطية الجولة رقم 6 من بطولة الشارقة للمتحدين ولاعب ألبيرتو تشايكو أعتقد بلتنطق كده تقييمه فوق 2300 International Master من أسبانيا نتائجه في الجولات السابقة ضعيفة يعني تعادل مع 2000 و2000 2000 وشوية 2000 وشوية 2000 وشوية فمش لعب جامد يعني كمل معي الحلقة للآخر علشان هي على بعضها تتاخد كده حاجة ممتعة إن شاء الله تستفيد وتستمتع لعب بيد وزير أنا بصت على الحساب بتاعه على الموقع الأخضر لقيت معظم المباريات مع 1200 1400 وبيعجن فيهم يعني مش فهم في إيه ماشي ألعب مذاكر الكلام ده طب هو عايز يجدد أم لاعب نايت جوبافة لندن يعني مش اللندن التقليدي اللندن الجوبافة ماشي ماشي عدت أفكر شوية وقررت إن أنا ألعب لين شارب جدا عايز أقول كلام بس معين يحرق الحاجات يعني C5 طبعا لو أنتو متابعين هانز نيمن كان عامل كورس على الجوبافة لندن ومرشح فيه E4 لكنه لعب بمنتهى البساطة E3 أوكي الآن هذا تهديد ليه لأن معدش فيه كيش واخد الحصان أو لازم يرجع لا فلعبت A6 A6 إصفار على الإنجين بس A6 تترك هذا البيدق مؤقتا أمال لو أنا مش عايز أسيب البيدق أعمل ألعب بيدق في بيدق وما عملتش كده ليه علشان شفت قفزة الحصان ماشي يعني أنت عندك الكيش والآن لا يستطيع العودة ممكن يعمل كده بالوزير وإنت تاكل وهو ياكل بالملك وبعدين تاكل بكيش وبعدين يرجع بالفلق أو يطلع بالملك وبعدين عندك نايت A6 ليس وده أحسن بيدق في بيدق هي بيستموف في هذا الشكل مش A6 A6 ملعوبة بس لازم تجيب النقل الصحي للنهاية قلتلك ليه كم من الحلقة للآخر لأن في حاجات ما ينفعش تألغي في الآخر وهتحرق الدنيا دلوقتي هتحرق النتائج وتحرق كل حاجة A6 لعبت أكل لعبت نايت C6 أول حاجة مانع هذه الدفعة البيدقية تاني حاجة بحضر لل E5 هات الفيل وأعيز البيدق لأكتشف أنه ما عبرنيش وبلعب بسرعة ولعب A3 عادي عايز تعمل كده في مشكلة هنا هذا الشكل وصل على الداتابيز 16 مرة نصهم 8 منهم مكسبة بيض ده تابيز الأسدزة مطش ما بين 2600 و 2500 2500 خسر بالأسود مطش ما بين 2600 و 2400 مطش ما بين 2300 و 2400 يعني الشكل ملعوب شكل جيد لكن نتايجه مش الأحسن الانجين 2 من 10 طيب بيشيب جي 5 لو تلعبت دلوقتي في ضغط هنا يعني هو عايز ياكل ما تقدرش تاكل بالوزير عشان هيبقى عنده حصنف بيدق لو استرجعت البيدق مباشرة هو هيكل وانت تاكل بعدين ياكل مشكلة دي وانه هعمل ايه اكل بالوزير وياكل كده بتمبو ابيض برضو بيكسب لو شفت برد تقييم انا عارف انه مش حارد برد تقييم الناس بتقولي مبارح انا عارف انا مش حاط اه اه تفوق واحد ونص للأسود للأبيض طب وبعدين ما اللي بيقولو ايه في حلوة ليه علشان بيشيب اي سيكس او دي فور بس بعد دي فور بعد ما ياكل لازم اكل بالحصان ماينفعش اكل تاني عشان في نايت اي فور اوكي لو كسرت المسائل هيعمل لي كده كده تفوق واحد ده مش منظر ومع ابيدأ زيادة لسه مش عارف ارجعه امم اوكي عتا فاكرا 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 اعمل ايه وفي الاخر عملت بلندر مش بقى فور ايه ده دي بلندر بلندر ليه دي انت بتنتشر عادي ايوه عشان في بيدأ ما رجع مش عارف ارجعه يا حج لاب نايت اف ثري عادي جدا لعبت اي سيكس انا عايز ارجع البيدأ بي فور مفيش بيدأ طب هل البيدأ كان بيرجع في لقطة يا اخوانا يعني الكلام ده معنانا البيدأ ما بيرجعش بيرجع بكوين اي فايف وهو ينتشر ولعب وزير في بيدأ دي الطريقة اللي بيرجع بيها البيدأ اوكي اي ثري بي فور بيشب اي سفن نايت دي فور طبعا هو دلوقتي معا بيدأ كامل بلا تعويض سحبت الفيل كان عنده لعب قوي جدا هنا بنايت اي فور نايت بي سيكس لكنه طنش الكلام ده كله وحط الفيل في وش الفيل وانا بيت يا عم مش معاك بيدأ سيبني بس ابيت وبعدين نتكلم في موضوع البيدأ ده بيشب جي فايف ناقلة سيئة ادت الى ان الشكل يرجع تعادلي ثلاثة من عشرة بس محمد نوفل مزاجه بقى وحش ليه ادحك عليه في الافتتاح اتخذ منه بيدأ وانا يعني مش عارف هو يعني غريبة قوي ما شفتلوش انه بيلعب جوبافا لندن يعني ايه ده في ايه ماشي روك اي ايت بقولك ايه دي نقلة بتقول احتمال انه عايز يلعب ايتش فور وبعدين يبقى ياكل ياكل ويلعب ايتش فايف ويموتني تخلي بالك انا ناوي اعمل كده وانكسر والعب كده تقال لي يا عم انا ااسف انا هبيت ستة من عشرة للابيض وهنا لعبت نقلة علامة تعجب نايت اي فايف مش رايح للمربع ده لكن عاوز العب بي سيكس بس بس عنده حصان فحصان فالنقلة دي ممتازة انا الوقت عايز بي سيكس لاب كوين اي تو يلا يا محمد يانو فالالعب بي سيكس مرعبتش بي سيكس ليه اصل بي سيكس دلوقتي يا جدعان هياكل ولما اكل ما هو معا بي ده كامل زيادة مش شايف حاجة تقلق حتى لو انا جيت على العمود كده عايز الحصان الحصان ممكن يبقى يمشي كده مثلا في كده والبيدأ ده محمي بالوزير وبالحصان انا مش فاهم الانجين مدي الشكل ده اصفار بعد حصان امشي وبعدين نايت بي 2 عايز يدفع البيدأ العب سي فور فانا اقول له لأ كماشة مش ده البيدأ ازيادة بتاعك ما انتاش دفعه وهفضل بقى اعمل واحد اتنين وافضل اضغط على البيدأ كلام ده ما شفتوشي رأيت كوين دي سيفن هنا كوين دي سيفن عايز امنع نايت اي فور وعايز اجيب الرخ دي بقى دلوقتي لان الرخ دي كانت هدفها ان انت قاعد في الوسط وانا عايز احضر ل E5D4 وعايز اجيب دي هنا وادفع دي مايقدرش ياكل الحصان متعلق مايقدرش يدفع حصان في حصان ياكل اكل بالرخ وهاتك يضغط على الحصان ومن ورائه البيدأ جاب الرخ في المباراة وهنا افضل نقل لألعب بي 6 مباشرة اعدت افكر فيها كتير بي 6 دي واقول بعد ما ياكل هعمل كده هات الحصان الحصان هيروح فين لو مشي باكله بس يتضح ان انا لو اكلته في كارثة بي 7 لوسيس الحمد لله انا اصلا ما لعدتش الفكرة بتاعت بي 6 مباشرة دي ورحت بالرخ دي نقلة سيئة والاي ام الاسباني لعب افضل نقلة E4 خلاص هو حط الرخ في وش وزيري وهيفتح الوسط شطرنج سهل وبسيط B6 جد الوقتي سيئة الانجين بيقول لي كل كده عادي وهو يبقى ياكل تقريبا هيكل الاول على ال F6 وبعدين ياكل تاني ومعها بيدا خلاص بلا تعويض يعني هيبدأ بيعمل 1 2 3 كده فاهم 1 و 7 من 10 على الانجين B6 جاءت الان تفوق 3 للابيض اكل هنا طبعا فكرتي ان لو اكل هبقى اكل يعني وبعدين بقى نشوف لها حل يعني فهو اكل وانا كان فكرتي اني هاكل دلوقتي اكل تاني مشيت حميت الحصان بتاعي اللي كان متعلق اكل اكلت 9D5 مشيت كل ده كنت حاسبه وشايفه خلاص بدلا ما هو ده الشكل وصراحتك النهاردة دماغي ما وجعتنيش خالص من الحسابات واكتر يوم صرفت فيه وقت انا ماشي ومعايا 17-18 دقيقة انا اخر يعني كل الماتشاط معايا نص ساعة تقريبا وانا ماشي اكل اكلت اكل بكش اكلت تفوق 3 اكلت هنا معا بداءين زيادة واحد على جناح الملك واحد على جناح الوزير روك روك ك عايز اكثر الحصان حانو حصان مزعج واخلى المبراء قطعة تقيلى انا مشكلتي هنا 3 مشاكل بدا زيادة على جناح الملك ده اول اضعاف بدا زيادة على جناح الوزير الده اضعاف ووك كنج وملك ضعيف يعني أنا عندي 3 مشاكل أنا في كارسة هنا لكن أنا مكمل للآخر أنت لا تعلم ما الذي يمكن أن يحدث H4 نفس للمالك بتاعه جيدة جدا أكلت الحصان دي الفكرة اللي أنا لعب عشانها مشكلة كمان أن البدأ ده ضعيف ومبسوص عليه ومش عارفة حرر الرخ هيبقوا 3 بادئ زيادة فيه إيه يا جدعان هات الوزير مشي عايز يكسر أو عايز ينزل 7 مزعجة ولو عملت كده يتلت على العمود فقالت له ما انتاش نزل 7 أصلا قال لي هنزل 6 هات البيدأ دفعت البيدأ كيش أكلت أكلت مشي البيدأ وقع عايز أقولك أنه عشان يأكل البيدأ ده قعد ربع ساعة أه ما عرفش ومفكر في ربع ساعة بيعمل إيه ما يأكل البيدأ بس أعتقد أن الدماغ كلها كان لها علاقة بركبي 8 يا ترى هادي له مات ولا مش هادي له مات هو سرح في الحتة دي وفي الآخر نتاش البيدأ بسرعة بسرعة العبت وزير A2 منطقية هات الرخ وهات الحاجات مشي عايز يكسر قلت له ماشي خدت بيدأ رجعنا بيدأ من الثلاثة اللي كنت خسرانهم أيوة ما هو الثالث لما أخذ البيدأ هنا بعد ما أدني كيش وأخذ البيدأ الثالث هنا هنا خسران بيدأين بس الحمد لله G3 King C5 Queen E2 F5 دفع البيدأ قربت بالملك قربت بالملك والحد هنا أنا عندي أمل أن أنا يعني ألعب نهايات عادي ممكن يحصل حاجة ليه لأن أنا لعبت كده وعايز يأكل وعايز وعايز يلعب كده وأنا أكل وعايز يعمل كده وأنا أجف وشه وبعدين يبقى يعمل كده مثلا وأنا حاول أعمل كده مش عارف أنا في دماغي إيه يعني أنا في دماغي أن أنا طبعا أنا عارف أن البيدأ الزيادة هنا بتبقى تخليصي يعني بس حاس أن الملك بتاعي نشيط بشكل جيد وأنه مش هيلحق هنا الانجين بيقول لي يا ابن ده مكسب يا ابن انت بتقول إيه خلاص هو أنت مضطرة تمشي دلوقتي وهو داخل وهيوقع البيدأ ده كينج اف سيكس كينج دي 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 تعادل كينج دي فور بست موف وسأنا أم قولك دي تعادل ليه عشان جي فايف بكيش وبعدين كينج جي سيكس دي سز درو لكن كينج دي فور وينز عايز يعمل إيه عايز يكي في واحد مربعات دي ويوقع ده كينج اي سيكس كينج اي فور كينج كينج وهيوقع البيدأ هيوقعه وهيبقى معا بيدأ ينسى الكين لكن هو قال لي ادكترا فيش الكلام ده ادكترا أنا طالع من هنا أصلا أنا طالع ده أنا سريع جدا ادكترا وكمان البادئ بتاعتك تفركيش هنا أنا سحبت أو أعلنت استسلامي بيأكل خلاص دي سز وينينج طيب أنا أقعدك معايا لحد دلوقتي عشان هقولك حاجة صح؟ صح بعد المباراة عن فكرة هو شخص ديسنت جدا و بيشتغل بالتدريب يعني هو مهتم جدا هو أصغر مني بسنتين فقط لكنه مهتم جدا بالتدريب ومن غير مسأله قال لي إن التعادلات اللي أنا عملتها اللعيبة اللي لعبوني كان مستواهم عالي جدا الألفين اللي أنا قابلتهم دول كان مستواهم عالي جدا يمكن كان أداءهم ألفين متين أو ألفين تلتمية وبالتالي مقدرتش أتغلب عليهم بدون مسأله بعدين قال لي لو أنا خدت البيض في الافتتاح صعب تلاقي تعويض عمليا ده كلامه وبعدين قال لي G.M.Nofal It was easy to prepare against you You play over 20,000 game أنت تلعب أكتر من 20,000 مباراة على الحساب بتاعك public It was easy to prepare against you أنا شفت نتائجك ضد السيستم ده فقلت هلعب السيستم ده أنا بلعب اللندن أصلا بس الجوبافة أنت عمل نتائج سيئة فعلا دخلت على ال data base بتاعت لي تشيس لقيت من الحاجات اللي فعلا أنا لعب الشكل بتاع الجوبافة ده ده 12 مرة خسران سبعة منهم أو تمانية منهم بس من العشرين ألف مطس وعشان مش بشوف الجوبافة لندن كتير ما بحللش الأشكال دي أصلا خسرت مش مشكلة يعني هتشوفه كل قد لا يا حبيب انت هتشوفه وهتشوفه في مطس classic كمان ولذلك من الحاجات المهمة جدا يا أخواننا أول حاجة اللي هو Work smart not hard هو دخل على ال data base ودور الحاجة اللي أنا بلعب وصدها وحش وأما حضر لين عليها بمنتهى الهدوء والشياكة وفعلا أنا تعثرت في الافتتاح حتى ولو إني جبت يعني أشكال تعادلية بعدين لكن أنا خلاص نفسيا أنا عارف أنني بلعب الشكل ده وحش بشوفوش كتير آه بس يعني عارف أنت الإحساس ده هو قدر قدر يعني يحضر صح وضرب في المكان السليم آه كمان أنا أنا لاحظت أن الخسرتين اللي أنا خسرتهم آه كان ليهم علاقة بإني بسيب بيدق مقابل حاجة يعني خسرت آه أصد آه بالمرشال سايب البيدق بتاع المرشال والهجوم بتاع المرشال فش على ما فيش وبقى معها بيدق كامل زيادة هنا أنا عارف أن لما بيتخد البيدق بيبقى عندي وسط وبتاع وبعين اتشفت بالحسابات أن لأ اللعبة هيبقى صعبة جدا أحد الأشكال اللي ممكن تتلعب على فكرة بعد E3 A6 يأكل ألعب A3 أدفع البيدق بش بش بE6 واسمح له ألعب كده عادي وكمل بقى لعبة عادي جدا كده ومعا بيتخ كامل زيادة حتى الآن على فكرة عمليا برضو سأعاني في هذا الشكل لو قدر يمشي بالحسان بأي شكل ويلعب C4 ويفك البيدق دمعة ده ماتش باز فمن الحاجات المهم جدا أن ناخد دالي منها أن أنا خلاص على فكرة الموضوع بتاع أن أنا سيب بيدق وأخد ده اسمه Dynamic Play من المهم جدا أن أنا ركز على The Static Play الأشكال الثبتة بيدق في بيدق بيدق في بيدق A6 هو ده الشكل اللي يتلعب A6 بتيجي هنا بعد بيدق في بيدق بيدق وريتك في البداية أن NB5 مش مزعجة إطلاقا بعد الكش دي أحسن نقلة على الانجين يعمل كده وتأكل عادي جدا طب ولو داني الكش دي أعمل إيه تمشي عادي وعايز في بيدق في بيدق تاخد رخ كاملة لأ معاك بيادق وطفوق 2 للأسود لكن مهم جدا أن الواحد يتقن الأشكال لستاتيك ده مش عيب أبدا ماجنس كارلسون مدة طويلة جدا من حياته واز ماستر دي كارلس باد اللي هو ياكل ياكل الحسن ده يمشي والبدأ ده يجي كده يبقى السلسلة دي والأفكار دي ده مش كلامي ده كلام أنيش جيري على فكرة كان قال أن ماجنس كارلسون واز إكس كلوسفلي فأنا شايف أن دي حاجة مهمة أن نشتغل عليها دي محتاج أعتقد لفل أعلى مني محتاج خبرة أكبر محتاج أدرسه كويس كمان يعني أدرس كوتوب بتتكلم عن دي أنا خلصت أتمنى أكون ببساطة واستمتعت وعملنا لايك لذيز وشجعنا ونشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو